موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حصة أخرى من حصص علوم الحياة والأرض والتي نتلوم من قلالها الجزء الثاني من مراجعة درس علم المناعة والذي يشكل الوحدة الخامسة في برنامج علوم الحياة والأرض للسنة الثانية باكالوريا شعبة العلوم الجريبية مسلك علوم الحياة والأرض تتذكرون جميعا عزائي التلاميذ رأينا أن الجسم يتصدى لكل ما هو غريب ودخلنا في ما يسمى الغير الذاتي هناك غير الذاتي والذاتي الغير الذاتي قد يكون خارجيا مثل بكتيريا، فيروسات جارتهم مختلفة وقد يكونوا داخليا مثل الخلايا مغيرة نسميه ذاتي مغير كذلك وهناك الذاتي وهو مجموع الجزئات والخلايا الناتجة عن تعبير الخبر الوراثي رأينا أنه كيف يميز بين الذاتي والغداتي عن طريق واسمات الواسمات الرئيسية السام أش وهناك أنواع سام أش آن وسام أش واحد وسام أش اثنان السام أش واحد يوجد على صلح جميع الخلايا المنوات السام أش اثنان فقط على صلح الخلايا العارضة للمولد المضاد لبلعامية الكبيرة الخلايا الترصونية وكذلك لنفاوية بي ورأينا أن هناك واسمات ثانوية تتمثل في الفصائل الدموية وهي عبارة عن ملدات مضادة ملد لكاد الموجود على مستوى سطح الكوريات الحمراء ملد لكاد A و B و يحدد أربع فصائل دموية A, B, A, B و O رأينا كذلك على أن هناك مناعة طبيعية ومناعة نوعية بدأنا بالمناعة الطبيعية وتتمثل في الحواجز الطبيعية كذلك في الاستجابة التهابية في ظاهرة البلعامة وقلنا أنها مجهة ضد جميع أنواع الجاراتيم فهي مناعة طبيعية غير مكتسبة وكذلك غير نوعية مجهة ضد جميع أنواع الجاراتيم ثم بدأنا النوعية في إطار تذكير بالجهاز المناعي أنه مكون من أعضاء لنفاوية خلايا مناعية وجزئات هناك أعضاء لنفاوية مركزية ومحيطية وكذلك رأينا أن هذه خلايا المناعية فهي جميعها لها نفس الأصل مكونة من خلايا أصل على مستوى النخاء العظمي وأن اللمفاويات بي والتي تكتسب مناعتها حيث اللمفاوية بي تكتسب مناعتها على مستوى النخاء العظمي ما معنى تكتسب مناعتها أنها قادرة عن تمييز بين الذاتي والغير الذاتي من خلال مستقبل غشاء له بنية محددة كذلك لنسبة اللمفاوية تكتسب مناعتها على مستوى الغدى الساعة الثانية تتكون في النخاء العظمي وتكتسب مناعتها على مستوى الغدى الساعة الثانية ومن خلال اكتسابها لمستقبلات غيشائية بالنسبة ل T4 ترتبط بالموليد المضاد المعروض من طرف SMH2 و T8 ترتبط بالموليد المضاد المعروض من طرف SMH1 الموجود على سطح جميع الخلايا المنوات الآن نبدأ بالمناع النوعية ونبدأ بأول منع مثلك والمثلك هو دوق الوسيط الخلطي المناع ذات الوسيط الخلطي ونتذكر بكيفية الكشف عن هذه الاستجابة المناعية من خلال تجربة تحقن الكوبايات بسمين ديفتيريا نحقنه هنا بدوفان ديفتيريا هناك خطأ هنا دوفان ديفتيريا الذي يكسبه مناعة بعد ذلك نحقنه بسمين ديفتيريا فنلاحظ بقاء الكوباي حيا يعني أنه اكتسب مناعة بفعل حق أنه دوفان والدوفان ما هو الدوفان هو عبارة عن سمين واهين فقد قدرته الممرضة ولكن لا زال يحتفظ بالقدرة على إحداث أو إطارة استجابة مناعية داخل الجسم لمعرفة كيف تنتقل هذه المناعة نأخذ إما نأخذ المصل من الكوباي آ الممنع أو نأخذ لنفاويات من الكوباي آ عندما نحقن المصل ثم نحقن سمين ديفتيريا يموت الكوباي لكن عندما نحقن المصل ثم سمين يبقى الكوباي حيا الكوباي بي ماذا يعني ذلك؟ يعني على أن المناعة المكتسبة مصدرها ماذا؟ فهي تنتقل عبر المصل يعني عبارة عن مواد وهنا سجلنا بجموعة من الملاحظات إذن دوفا الكزاز مكان من تمنيع الكوباي آ المصل المأخذ مكان من اكتساب مناعات تسمي الكزاز وبالتالي العناصر المناعتية التي تنقلها هي فادحة فهي موجودة على مستوى المصل ولا تنقلها اللنفاويات ما طبيعات هذه المواد؟ نقول هنا نشير على أن استجابة مناعتية لمتدخيلات عبارة عن مناعة نوعية خلطية تتم بتدخل مواد موجودة بالمصل وتسألنا ما مستر هذه المواد لاحظوا دائما في التذكير في المراجعة نستحضر كذلك التجارب لماذا؟ لأن الانتحان كذلك هو عبارة عن وضعيات قويمية تبلعها للتجارب لأن ليس فقط الهدف هو التمكن من المعرفة بل كذلك المهارات كيف نصل إلى هذه المعرفة؟ يعني من خلال البحث من خلال المنهجية العلمية نذكر كيف وصلنا إلى هذه المواد تتذكرون أعزائي التلاميذ قمنا بتتبع ودراسة ذلك المصل بتحليل المصل وتحليل البروتينات وإخضاعها لهجرة كهربائية تمكن من عزل هذه المواد وذلك قبل وبعد حقن ذوفان الكزاز الذي يمنع الكوباي هنا مثلا إذن لاحظوا قبل الحقن الكوباي بالذوفان يعني قبل تمنعيه ماذا نلاحظ؟ نحصل على هذه الأنواع من المواد زلال بروتين زلال كذلك بروتين ألفا بيطا وقاما لكن بعدما وهي عبارة عن نسميها كورايوينات عبارة عن كورايوينات لها بنية كوراوية لكن عندما نأخذ ذلك المصل مينار الفأر الممنع الذي حقناه ذوفان الكزاز لاحظوا نحصل على ماذا بعد الهجرة الكعربائية حصلنا على هناك ارتفاع ماذا قارنه إذن نفس تركيز الزلال نفس تركيز البروتين ألفا الكورايويين ألفا نفس تركيز الكورايويين تقريبا الكورايويين بيطا لكن لاحظوا بالنسبة لقاما الارتفاع يعني أن الذي ازداده هنا فقط فهو عبارة عن الكورايوينات قاما والسنتجنة هنا على أنها مضادة الأجسام المتدخلة خلال هذه الاستجابة المناعية الخلطية هي عبارة عن كورايوينات قاما هذه الجزئة البروتينية من طبيعة كورايوينات المناعية لزي مينوغلوبولين ويرمز له بإي جي إذن فأي عبارة عن مضادة الأجسام نسميها إي جي مينوغلوبولين ما هي بنيتها ما هي أصنافها نتذكر جميعا أعزائي التلامي الشكل التالي لاحظوا معي شكل لمضاد الجسم أنه يتكون من سلسلتين هناك سلسلة طويلة سلسلة قصيرة سلسلتين طويلتين نسميها سلسلتين ثقيلتين أش نسبة إلى هيفي بالإنجليزية وسلسلتين خفيفتين لايت أل وتتوفر كل سلسلة على منطقة ثابتة سي كونستون وكذلك منطقة متغيرة في بريابي لاحظوا منطقة متغيرة توجد هي التي تحدد الموقع الذي يتبت على مستواه المولد المضاد لاحظوا الشكل فهو له شكل محدد يتطابق بنيويا مع المحدد المستضاد يعني أي وكل محلد مضاد الجسم لا يرتبط بأي نوع منه بجميع أنواع مولدات المضاد بل فقط بالمولد المضاد الذي يحدد معه يعني يتوافق معه بنيويا وجودها كامل بنيوي يعني هناك ماذا هناك نوعية إذن نتأتي نوعية هذه الاستجابة المناعية وميزنا كما تذكرون بأصناف إذن هنا نشير على أن هناك المنطقة ثابتة المتغيرة وكذلك هناك أصناف من المضادات الأجسام خمسة أصناف كبرى تختلف من حيث عدد المناطق المكونة لها وكذلك من عدد الجزئات هناك من هو مركب مثل من خمسة مضادات الأجسام هناك مركب من إثنان وكذلك هناك البسيط تسألنا كذلك ما هو دور مضادات الأجسام في ماذا يتمثل تذكروا معي على أن دورها يتمثل في ثلاث أدوار إبطال المفعول كيف ذلك فعندما يرتبط مضاد الجسم بسمين مثلا سيمنع ارتباطه بالخلايا الهدف مشكلا مركب منع هذا المركب المنع سيتم ابتلاؤه من طرف البلعاميات وبهذا سيتم منع ارتباط السمين بالخلايا الهدف مثلا سمي الكزاز يرتبط بالخلايا العصبية كذلك الخلايا العضل يدونك وشكي الخلال على مستوى الجهاز العصبي العضلي إذن هنا سيمنع ارتباطه إذن هنا إبطال مفعول الموليد المضاد دور الثاني تسهيل عملية البلعامة بحيث أنا نجد على مستوى الملعبيات مستقبل للمنطقة التابتة هذه المنطقة الكونستانت السي يحتوي على مستقبل وبما أن مضاد الجسم يحتوي على يحتوي على موقعين لتثبيت الموليد المضاد فبعد تثبيته الموليد المضاد يسهل ابتلاع الموليد المضاد بارتباط البلعامية الكبيرة بمنطقة التابتها إذن إبطال المفعول سهيل البلعامة وهناك دور ثالث هو تنشيط عمل تكميلات وتذكروا معي رأينا في الحصة السابقة على أن مضاد على أن عمل تكميلات من بين الآليتين التي يتم تنشيطه به هذا عمل تكميلات وعن طريق المسلك الكلاسيكي حيث أنه ينشطه بتكون المركب المنيع ويؤدي إلى تكون المركب الهجوم الغشائي وبالتالي يتم القضاء على الموليد المضاد الآن نرى الآلية كيف تتم ما هي مراحل هذه الاستجابة المناعية تذكر ما يا عزيزي تلاميذ أننا لدينا على مستوى الجسم تدخل فيه مضادات الأجسام تنتجها لنفاويات بي هذه اللنفاويات بي ستتحول إلى بلزميات مفرزة لمضادات الأجسام لكن هل دخول الموليد المضاد ينشط جميع اللنفاويات بي لا بطبيعة فقط فالتي تتوفر على مستقبل غشاء يبدي توافقا بنيويا مع الموليد المضاد وهنا لتسهيل فهم هذه الطاهرة استعملنا مجموعة من الألوان ومن الأشكال مزنعة بالموليد المضاد هنا بالأحمر وهذا الموليد المضاد الذي توافق مع هذا المستقبل الغشاء اللنفاويات بي نشير هنا على أن المستقبل الغشاء اللنفاويات بي هو عبارة عن مضاد الجسم لكن ليس حر على مستوى المصل ولكن متبت على مستوى الغشاء السيتوبلازمي بفضله تتعرف اللنفاويات بي على الموليد المضاد لاحظوا هنا فقط اللنفاويات بي تعرفت على الموليد المضاد فيتم تنشيطها لتعطي عدد كبير من اللنفاويات بي يسمى لمة إذن لاحظوا أن مصيره سيعطي لمة وهو كما تذكرون تعريف اللمة هو عدد كبير من اللنفاويات أو الخلايا المنحدرة من نفس الخلية الأم والتي تأتي إذن قسامات غير مباشرة إذن المرحلة اللولة هي انتقاء لمي ثم بعد ذلك هناك توسع لمي إذن هنا عملية الحد أو التحريض يتم فيها تعرف وتنشيط تذكروا معي تعرف وتنشيط ثم تضخيم الاستجابة على طريق توسع لمي الذي يحدث فيه التكاتور ثم تفريق إذن التضخيم يتم عبر مرحلتين توسع لمي وكذلك تفريق اللنفاويات البي إلى بلزميات مفرزة لمضادات الأجسام وإلى لنفاويات ذاكرة بالذي يميز البلزميات فهي خلايا مفرزة لمضادات الأجسام إذن يجب أن تتفر على بنية خاصة تسهل هذه العملية لهذا نجد على أن لديها رضيات لاحظوا توجد بكترة هناك الشبكة الداخلية السيتوبلازمية لاحظوا كذلك هناك جهاز غولجي الذي يمكن يدخل في إنتاج من أجل إنتاج المضادات الأسام ثم بعد ذلك يتم تحريرها ثم في مرحلة أخيرة تسمى مرحلة التنفيذ يتم القضاء على الملد المضاد أو يتم العمل عن طريق هذه المضادات الأسام إما عن طريق تكويل المركب المانيع أو تسهيل بالعامة أو كما قلنا كذلك تنشاط عامل التكبيلة الذي ينتهي بتكون مركب الهجوم الغشائي ويدمر ذلك الجرثوم أو ذلك الملي المضاد الآن سنرى ما هي ميزة هذه الاستجابة المناية وذلك من خلال المبيان التالي لاحظوا قمنا بتتبع نسبة مضادات الأسام في الدم إذا رأح حقل ملي المضاد A وملي المضاد B وذلك عبر في مرحلتين لاحظوا في المرحلة الأولى حقلنا فقط ملي المضاد A ثم قمنا بتتبع ماذا؟ لنسبة مضادات الأسام استعملنا لونين للإشارة إلى الملي المضاد A وهنا للإشارة بالأخضر للملي المضاد B بعد حقل الملي المضاد A ماذا نلاحظ؟ هناك إنتاج مضادات أجسام الذي يرتفع ثم ينخفض بعد ذلك لكن هل يبدأ الارتفاع بمجرد الحقن؟ لا بل يتطلب مدة ستة أيام لكن بعد الحقن التالي تم بشكل فوري فقط يوما ثم بعد ذلك هناك إنتاج الذي يرتفع إذن هنا نميز بين استجابة نقول أولية واستجابة ثانوية إذن فهنا نتكلم مصدره هو تطلب مدة طويلة هنا في حيننا لم يتطلب أي مدة هنا الخاصية نتكلم عن هناك ذاكرة مناعية مكنت الجسم من إنتاج بشكل فوري لمضادات الأجسام إذن هنا نقارن تمت تطلبات الوقت هنا تمت بشكل فوري كذلك بشكل فعال لاحظوا نسبة تركيز مضادات الأجسام مضاد أ ماذا كذلك بالنسبة للبي؟ هل هذه الاستجابة الثانوية تكون بالنفس الشكل بالنسبة لمضادات الجسم في أول اتصال به عبر الجسم؟ أكيد لا لاحظوا تطلب مدة يعني أن بالنسبة لمضادات الجسم ببي كان اتصال أول وكانت استجابة أولية إذن ماذا يمكن استخلاص هنا؟ أن هناك خاصية الذاكرة المناعية المسؤولة عن هذه الاستجابة الفعالة والفورية يترى وجود لنفاويات ذاكرة على مستوى الجسم كذلك خاصية تانية النوعية لأن ممنع هنا تمت الاستجابة الثانوية بالنسبة لموليد مضاد A وليس بالنسبة لموليد مضاد B وإلا كان سيكون كذلك هنا استجابة بشكل فوري إذن فهنا خاصياتين خاصيات الذاكرة المناعية والمتمثلة في تكول لنفاوية بذاكرة تحتفظ بذلك الموليد المضاد وقادرة على أن تنشط بشكل فوري وتنتج هنا في هذا المثال مضادات الأجسام كذلك الخاصية التانية هي النوعية الآن ننتقل إلى نوع التاني المسلك التاني هو المسلك الخلوي وأدعوكم إلى أن نتذكر أن نستحضر تجربة حقن البسجي عصيات هنا بسجي فهو عبارة عن خلايا وهينة لعصيات كوخ ماذا وهينة؟ فقدت قدرتها الممريضة لكن لازلت تحتفظ بالقدرة على إثارة استجابة المناعية بعد ذلك حقنا عصيات كوخ ماذا لاحظنا؟ أن الفقر يبقى حيا ماذا نستنتج؟ لأنه ممنع ضد عصيات كوخ بعد ذلك لمعرفة كيف انتقلت كيف تتم هذه الاستجابة المناعية من يتدخل فيها؟ قمنا بعز المسل المأخوذ من الكوباي ثم بعد ذلك حقناه عصيات كوخ إلى كوباي ببي ماذا نلاحظ؟ يموت الكوباي ببي إذن على أن موت الفقر أو الكوباي ببي هنا العنصر الممنع ضد عصيات كوخ لا يوجد بالمصل يعني أن نموضات الأسام لا تتدخل في هذا النوع باستجابة المناعية وفي تجربة ثالثة حقنا أخذنا كورية لنفاوية من الكوباي A ثم حقناه لكوباي السي وبعد ذلك حقناه بعصيات كوخ ماذا نلاحظ؟ يبقى الكوباي السي حيال ماذا يعني ذلك؟ على أن الفقر سليم لأن الكورية اللنفاوية وفرت له مناعة يعني أن هذه الاستجابة المناعية تنتقل عبر اللنفاويات وخاصة هنا نتحدث عن لنفاويات الطي فبعد تنشيطها وتحسيسها تتحول إلى لنفاوية الطي قاتلة وأخرى ذاكرة تمكنه وهي المسؤولة هنا عن إكساب مناعة اللنفاوية المناعة للكوباي أ ضد عصيات كوخ لاحظوا نشير كذلك عزيزي التالميذ إلى ضرورة مراجعة التجارب لأنها مهمة تستحضن لنصيها وكذلك كيفية التعامل مع تحليل التجارب إذن هنا نستسأل كيف تؤدي اللنفاوية الطي القاتلة دورها تذكروا معي هنا لنفاوية هناك خالية معفنة بفروس وهناك لنفاوية الطي والطي 8 قاتلة ففي مرحلة أولية تتعرف كيف تتعرف لنفاوية الطي فهي خلايا مناعية تدورها أنها ستميز بين الداتي والغير الداتي وما هو غير الداتي سيتم القضاء عليه إذن يجب التعرف عن طريق ماذا؟ عن طريق عرض المحددات المستدادية وهي أجزاء من المولد المضاد من طرف الخالية المعفنة بفروس فهي خالية لاحظوا هذه الخالية المعفنة هي خالية منوات تعرض المحدد المستدادة بواسطة سام أش وهنا أغفلنا إشارة إلى أن السام أش واحد وليس السام أش اثنان ركزوا معي السام أش واحد الذي يعرض المولد المضاد لنفاوية الطي 8 التي أصبحت قاتلة وإذن هنا ضروري شروط تدخل لنفاوية الطي يجب أن يتم التعرف على المحدد المستداد المعروض من طرف السام أش واحد إذن هناك تعرف كيف هو؟ نقول أنه تعرف ثنائي أو مزدوج تتعرف على السام أش وتتعرف على المولد المضاد أو المحدد المستداد بعد ذلك إذا تم التعرف على أن هذا المحدد المستداد قضي أجنبي غير ذاتي يعني أن الخالية أصبحت غير ذاتية تنتج مواد مختلفة حالة ماذا؟ الخلايا السرطانية وكذلك حالة الخلايا المعفنة بفيروس في هذه الحالة سيتم القضاء كيف يتم القضاء عليها؟ وهو ما نشرحه نقدمه في هذه الوثقة إما عن طريق الموت الخلاوي حيث يتم تحرير رسائل كيميائية تؤدي إلى القضاء على اللنفاوية إلى الخالية عفواً معفنة أو عن طريق الحلال حيث يتم تحرير أنظيمات البرفورين وكذلك البروتير الجرونزيم الذي يدمر محتوى الخالية وبذلك تقضي على الخالية في حين الحالة الثانية عن طريق رسائل كيميائية تمكنه من تنشيط أنظيمات ويتم عبرها عدم الخالية ونتحدث عن الانتحار الخلاوي أو الموت الخلاوي عكس حالة الحلال الخلاوي الآن بعد تعرفنا على كيفية القضاء على الخالية المعفنة أو دور اللفاوية التالقاتلة نحاول أن ننخص المراحل هذه الاستجابة المناعية في ماليلي خالية عارضة للموليد الموضع تعرضه فهي تتعرف عليه اللنفاوية التالقاتلة التاويت هذه التاويت في مرحلة أولى هي مرحلة الحدث تتم عبر التعرف وتنشيط يأتي مرحلة تدخيم عبر التكاتر والتفريق تتعرف عبر انطقاء للمي ثم توسع للمي إذن في مرحلة التضخيم ثم تأتي مرحلة التنفيذ بعد التفريق مرحلة تفريق إلى للمفاوية تاويت قاتلة وإلى تاويت ذاكرة تأتي مرحلة التنفيذ حيث يتم خلالها هدم اللنفاويات عذف عفوان الخلايا المعفنة أو الخلايا الغير ذاتية أو التي تغيرت بعد ذلك هذنّا سنأمر إلى كيف هناك أكيد أنه هناك تعاون لاحظوا هناك تعاون إن الخلايا RAW ارضة تعرض للمضاد إلى اللنفاويات التاويت إذن هناك تعاون بين مختلف الخلايا رحضنا على أن الخلايا العارضة فهي عبارة عن بالعاميات وanimهجِ أناعف الاستجابة المناعية غير نوعية والآن التاويت فهي تائayed تتناnement تدخل في المناعة النوية إذا هناك تعاون بين هذه الخلايا كيف يتم هذه التعاون وعن طريق ماذا؟ إذن هنا تدخل خالية الصونية. إذن بعد البلعمار يتم معرض محددات مستددية من المولد المضاد إلى T4 T4 تفرق إلى خلايا مساعدة نسميها T-H هذه الخلايا المساعدة تفرز ماذا؟ وسائط كيميائية عبارة عن انترلوكينات مثل انترلوكين دو هنا هناك 4,5,6 الذي ينشط ينشط لنفاويات ثم هناك يتدخل انترلوكين دو هنا بعد التنشط كذلك في التفرق اللنفاويات تاويت إلى T8 قاتلة أو كذلك إلى T8 ذاكرة كذلك بالنسبة للنفاويات هذه السيطوكينات تنشطها وكذلك مسؤولة عن تفريقها إلى بلزميات وإلى لنفاويات ذاكرة وهذا ما يسمى بالتعاون الخلوي الآن أعزائي التنميد سنرخص على شكل خططة الاستجابات المناعية غير النوعية والنوعية أي طبيعية وكذلك المكتسبة لاحظوا في هذه الخططة البنعامية الكبيرة التي تدخل أو الخلاية التغسونية بعد ابتلاعها للمليد المضاد هدميه تعرض أجزاء منه تعرضه لما للنفاويات T8 التي تلعب دور مهم وأساسي في تنشط كلا المسلكين سواء المسلك الخلاوي لاحظوا عن طريق التنشط وكذلك عن طريق التفريق أو كذلك المسلك الخلطي عن طريق تنشط لنفاوية تببي وتفريقها إلى بداكيرة وإلى بلزميات مفرزة لمضادات الإسام هنا تعرف نشير كذلك إلى خاصية النوعية والمتمثلة في مستقبلات غشائية تتعرف بشكل نوعي هنا تعرف على تعلمون المضاد المعروض من طرف T8 تتعرف على تعلمون المضاد المعروض من طرف T8 وT4 من طرف المحدد المستداطي المعروض من طرف H2 هنا مستقبل غشائي عبارة عن مضاد جسم تتعرف بشكل نوعي على المحدد المستداطي في النهاية تنشط يتم لكل المسلكين ينتهي هنا هنا بالT8 قاتلة وT8 ذاكرة القاتلة تقضي على الخلايا المعفنة وكذلك هنا بالنسبة لمضادات الإسام إما من أجل إبطال المفعول الملد المضاد أو كذلك سهل عمليات البلعامة هذا فيما يخص تلخيص لآلية الاستجابات المناعتية الغير نوعية والنوعية أحياناً قد تحدث الطرابات على مستوى الجسم ويفقد الجسم هذا الجهاز المناعاتي ما يسمى مثلاً قد يحدث إفراء أو مثلاً هناك في الاستجابة المناعية بدل أن تكون استجابة محدودة مثل الاستجابة التهابية في مكان محدد منذ استجابة مفرطة مثل حالة الحساسية أو كذلك حدود تدمير للجهاز المناعاتي حالة القصور المناعي المكتسب الذي سندرسه نبدأ بحالة السيدة مثلاً هنا تعريف حالة الأراجية هنا بالنسبة على الأراجية هناك الالتهاب عام على مستوى الجسم يعطي استجابة مفرطة هذه الاستجابات نعرفها بكونها استجابة مفرطة ترى مولدات مضادة غير مبردة توجد في الطبيعة مثل حبوب اللقاح أو غبار نسميها مؤرجات وتعطي نوبات أراجية مثل العطاس أو كذلك الدمعان أو الطفحات الجلدية كيف تتم هذه الاستجابة الأراجية نتيجة حساسية مفرطة لمادة معينة موجودة في الطبيعة ننخصها في مرحلتين المرحلة الأولى تسمى مرحلة التحسيس يترى دخول مؤرج للمرة الأولى يتم تعرف عليه ويتم إتره استجابة تدخل استجابة تنتهي بتكون مضادة أسام التي تثبت على الخلايا البدينة أيضا الاتصال الأول في المرحلة الثانية تسمى الاستجابة الأراجية الفورية بعد دخول مؤرج في اتصال ثاني يرتبط بمضادة الأسام المرتبطة بالخلايا البدينة فيتم ممادة إفراز إزالة تحبب وإفراز محتوى هذه الحويصلات وتحرير الهيس طميم الذي يعطي مجموعة من الأعراض وديما تقلص العضالة الملساة إفرازات مخاطية وقد تأتي مرحلة استجابة مفرطة ما تبقى من المؤرج يرتبط كذلك بمضادة الأسام الموجودة وبخلايا أخرى مثل الخلايا كذلك خلايا أخرى توجد على مستوى الجسم مما يعطي إلى يزيد من حدة هذه الاستجابة الآن أريد أن ننتقل إلى النوع الثاني من الطرابات وهو حالة السيدة بسببه يسمى فقدار المناع المكتسبة ينتج عن دخول حمة VH هذا الفيروس فهو يؤدي إلى انهيار الاستجابة المناعية فيصبح الجسم غرضة للأمراض الانتهازية ما هي بنية هذا الفيروس تتذكرون أنه يحتوي على بروتينات غشائية نذكر خاصة جيب بي 120 الذي يمكن من ارتباط من مستقبل غشائي يوجد في اللنفوية T4 وكذلك جيب بي 12 الذي يمكن كذلك يسهل عمليات دخول محتوى هذا الفيروس داخل اللنفوية T4 إذا فحمة VH تحتوي على IRN وليس أبضاء يسمى فيروس قعقاري بإمكانها أن تستنصخ عكسيا إلى أبضاء ثم بعد ذلك يدمج داخل النواة فهو يتعرف على بروتين يسمى غشائي يسمى السيدة أربعة أين يوجد؟ يوجد خاصة في اللنفوية T4 بل يوجد كذلك ويوجد كذلك في الخلايا التغصونية كيف يتم تدمير لنفوية T4؟ إذا هذا ما يوضحه الرسم التالي لاحظوا معي هنا VH يقترب من اللفوية T4 ثم يتعرف على المستقبل الغشائي السيدة أربعة بعد تعرفه يتم إدخال لاحظوا يتم إدخال ناسخ العكسي وكذلك بروتينات إذا ناسخ العكسي وكذلك على الرن هذا الرن يتم بفعل ناسخ العكسي نسخه عكسيا إلى الأداء ثم يدمج على مستوى الصدغي لأنه يتحول الرن إلى الأداء بعد ذلك يتم نسخ الأداء إلى الرن وإنتاج بروتينات حماوية زائد الرن الحماوي فيتم تركيب فيروسات جديدة هذه الفيروسات يتم تحريرها بواسطة ظاهرة التبرع كما يوضح ذلك هذا الشكل الآن نتسأل ما هي مراحل هذا السيدة إذا لاحظنا كيف تدمر لنفاوية T4 إذا قد تدمر مباشرة عن طريق الفيروس وقد تدمر عن طريق تحسيسها من خلايا أخرى معفنة قد نجد لنفاوية T4 غير معفنة لكن يتم تدميرها عن طريق تحسيسها من طرف لنفاوية T4 أخرى ما هي مراحل السيدة؟ ذلك ما يوضحه الرسم التالي لاحظوا المبيان نتتبع على مستوى الدم تركيز الفيروس لاحظوا في البداية في مرحلة أولى يرتفع ثم ينخفض يبقى مستقرا في نسبة ضعيفة ثم في مرحلة أخيرة يرتفع تدريجيا كذلك نتتبع لنفاوية T4 لاحظوا ماذا يحدث لها تنخفض فيه عندما يرتفع تركيز الفيروس ثم ترتفع وتنخفض تدريجيا إلى أن تنعدم كليا كذلك نتتبع لفاوية T8 القاتلة يعني هذا دليل على ماذا؟ أن تدخل استجابة مناعية خالوية فهي ترتفع ثم تبقى مستقرة وبعد ذلك فهي تنخفض في مرحلة ثالثة كذلك مضادات الأسام مضاد VH يبدأ في الارتفاع يبقى مستقرا ثم ينخفض كليا إذن هنا نميز ثلاث مراحل مرحلة العدو الأولية تزكاتر خلال النفاوية T4 يرتفع تركيز VH ثم ينخفض وكذلك يبدأ تركيز مضادات الأسام في الارتفاع فهو غياب الأعراض ثم مرحلة كومون يبقى مستقرا حمد VH داخل النفاوية T4 في حالة كومون ولا تظهر أي أعراض سريرية ثم مرحلة السيدة المعلان هذه المرحلة يتم خلالها تركيز النفاوية T4 تنخفض إلى أدنى قيمة يتم تدميرها كليا تنخفض كذلك اللفاوية T4 لأنه لا توجد T4 التي تنشطها وكذلك فيرتفع تركيز الفيروس VH ثم نمر إلى كيف يمكن تدعيم الجهاز المناعي إما عن طريق القيح وهذه التنقية تتمثل في إدخال ضفان مثلا إلى الجسم أو كذلك إدخال خلايا وهنة باعتبارها عناصر فقدات القدرة الممرضة لكن تحصف يضع على قدرتها الاستجابة على إطارة استجابة مناعية إذن فهي مناعة ناشيطة ونوعية ولها دور وقائي يدوم وقتا طويلا كذلك الاستمثال ويتمثل في حق المصل شخص ممنع ضد مرض معين لشخص مصاب بنفس المرض يشمل المصل مضادة أسام نوعية ضد ذلك المولد المضاد نشير على أنها مناعة سلبية ونوعية ولها دور في علاج يدوم في علاجه وقتا قصيرا وتقنية أخرى خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يولدون بدون جهاز مناعي غياب الخلايا المناعية يتم زرع النخاء العظمي والذي يتمثل في تطميع تطعيم خلايا النخاء العظمي مأخوذة من المعطي السليم إلى شخص مصاب بقصور الجهاز المناعي مبدأه يتمثل في يجب أن يكون هناك مطابقة تلاؤم نسيجي بين الشخص المعطي والشخص المتعلقي لذلك يجب إخضاع علاج العين المأخوذة لتطعيمها للشخص الآخر أعزائي التلاميذ إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحصة وعلى أمل اللقاء بكم في حصة مقبلة استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر